وفي رمضان زيتاً التومسي زي وفرحان ومتبرنشي على إيافان اللي باش تعطي معاكم أحلى رمضان من 5 إلى 7 متع صباح بتوقيت جرينيتش خالد العبيدي إيافان ست نوف مراد الزغيدي من 9 إلى 9 ونص ميديا ماك شيين بن عبدالله صباح النور سيمي بن نور من 9 ونص للاحدش متع صباح العبيلة وليد زريات من لحدش النص نهار من نص نهار المالي ساعة في 90 دقيقة خلوط المبرو إميشيون أمبوسيبل برهن بسعيز من مودي الساعة من مودي ثلاثة من مودي ثلاثة إلى 4 متع العشية سبوغ بلوس أي من زروق التوامة بلوس محمد الخماسي من 4 إلى 6 متع العشية ستوريات عبدالساتار عميمو من 6 إلى 6 ونص السهرية تبدأ مع أوبن مايك يوسف البحري من 8 إلى 9 متعليل سبوغ شيك أمين جلنزا من 9 إلى 10 متعليل إيافام ليالي من 10 إلى 5 ليل مع بايا الزردي وإيناس القيبسي رمضان مايزيد يحلى لأن مع إيافام أحلى غديو ثمانية وسبعة دقائق سباح الخير مرحبا بالجميع اللي قاعدين يسمعون فينا في كرهبهم في ديارهم وألف لزايبود متاحهم زي دنسيتهم ولي قاعدين يتنقلوا كذلك من مكان إلى مكان خارج تونس قبل لك جاتنا تحية من تونسين مقيمة في سردين نحييوها ونحييو تونس المقيمين في تالي مكان جميل جدا سردين هكا ولي دكتور رفيق بجدارية سباح الفل سباح الخير سباح المهنية مرحبا بيك بشتكون معنا في ساعة ثانية إلى جانب حزم الكسوري وحسين العيدي ومركباها دكتور سباح رمضان ليوم السيد الساعة هيا بي نمشيو شوية سياسة والبارح إلى جانب الزيارة المنتظرة للمفاوض الاتحاد الأوروبي في الأمور الاقتصادية الجنتيلوني ويذولي تقريبا قلنا اللي لازم يتقال في الموضوع هذي على المستوى السياسي المعارضة بدأت في تحرك من نوع جديد لقصدتو تقريب جامعة الخلاص في هاتا سريحة نسمعوه متاع أحمد أجيب الشيبي اللي كان حاضر البرح في الإميسيون أمبوسيبل نسمعوه أحمد أجيب الشيبي ومبعد نعلكم طب ما جديد في الموقف الدولي جديد هو الإقرار بالأزمة السياسية إلى حد الآن ماكنوش يتكلموا لا فرنسا لا أمريكا على وجود أزمة سياسية الآن سوى الماكرو أو السيدة ريف اللي زارتون في الأسبوع الماضي يتكلمون دون تلعطن على وجود أزمة سياسية خطيرة مقترمة بأزمة اجتماعية وأن الوضع في تونس وهذا السيد أيضا يهدد بالانهيار والشيك وأنه إذا كان ما يقعش اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن تداعيات هذا الانهيار سوف تلحق أوروبا عن طريق الهجرة السرية به حسين عيدي تصريح نجيب الشيبي عن جبه الخلاصة اللي أعلنت إذن على أنها تدخل في اعتصام مفتوح بعد لتسريح الموقفين يعني الإقافات السياسية اللي اسمعنا بها هل أنه هذي هي القراءة الصحيحة بتاع نجيب الشيبي أم أنه مرة أخرى ما فهمش بالضبط اللي رأوا أوروبا عملكة بشتعاون قي سعيد مش بتجهي ضد قي سعيد النجيب قد تكون قراءته صليمة إن ربطتها بعنصر السياسي لأنه الأزمة السياسية اللي حديث اللي كان في حديث ماكرون هرجم علي فاتت في الندو الصحفية في بروكسيل حول بشكل واضح وصريح إنه هناك أزمة سياسية في تونس ربطها بشكل آخر بضمني بعدم تطبيق الإصلاحات بمنطقة اللي حاب يقوله ماكرون وحاب يقوله حتى جبهة الخلاص إنه أمام الرئيس خيارين إما ينزل الإصلاحات ويراهن بشعبيته وامتداده الشعبي ولهناء يضرب مصاره أو يحافظ على المصار ويخلق أزمة سياسية اقتصادية أزمة سياسية مش أزمة عركمة بالأحزاب أزمة سياسية إنه رأس السلطة أو الدولة تشتغل بطريقة تتناقف ومصالح عند الفرنسيز سعب الشاب فهم اللحظة ذيك قراها حلالها أخذاء ما يقوله نحن نصر الكاس الملياني اللي هو هناك انتقاد صريح السياسات العمومية في تونس بشكل عام فما نقد فما قرار بوجود أزمة وحالة عثر وفي نفس الوقت استجدائي لتونس فهمت تحرك تقالوه الأوروبيين بشكل واضح تحركوا خطوة نحن نتحركوا في اجتجاكم عشرة قادموا أنتم خطوة برك هل أنه المعارضة من مصلحتها حول معارضة كنقص المعارضة جابت الخالس نشوفهم بعد معارضة الأخرى عبير موسي فضل عبد كيف وغيرهم هل أنه من مصلحتها اليوم وأنه تلعب ولا تحط وزنها في إتار الإشكليات هذه مع الاتحاد الأوروبي ومع إيطاليا في إتار الديبلوماسية تونسية أم أني بالعكس تجم تظهر أمام الرأي العام واني قاعد الدول في الاختلافات مع رئيس الجمهورية أنا يذور لي النقطة الأولى الساعلي كونه لا يوجد معارضة فم معارضات في البلاد وهذا أمر مهم لم يكن هناك تنسيق بينهم ولم يوجد تنسيق ولم يوجد تنسيق على أنا قاعد هذه الأيام تورينا هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية أنا يذور لي اليوم البلاد لم يكن هناك معارضة سياسية بقدر ما يكن هناك ببرنامج وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الكبيرة ومن كيف هل نفقة التي تخنى فيه لأن الناس الكل تنكر في الناس الكل اليوم البلاد ستشتها بإعادة مد جسور بين العبات لكي يتحدث على مستقبل البلاد لا يوجد معقول لن نقعد في هالهروب للأمام متاع العباد الكل ومتاع الجهات الكل لكي لا ندخل في التفاصيل اليوم جبهة الخلاص كيف تحكي جبهة الخلاص صحيحة معارضة للسلطة القايمة اليوم ولكن جبهة الخلاص فيها ترف كبير كان يحكم في البلاد وهو المسؤول على ترد الأوضاع السياسية والاقتصادية والتي ربما أدت إلى ما نحن فيه هذي أمر مهم هذا لا يصادر حقه في أنه يعبر على رأيه بالعكس آما مهم التذكير بأنه كيف كيف هالطرف هذي لم يبدي تحكي على حركة النهضة بالذبط لم يبدي اللي كانوا في السلطة مش كعنا حضر حركة النهضة كانت هي البيفو والبيليي متاع الحكم طول عشر عشر سنين ولا أكثر مع تذكير لي أحمد نجيب شابي لم يكن أبدا في الحكم بالذبط سنينجيب شابي ما كانش في الحكم بالعكس بالكان هو في أول بعد في كل الحكومات كان من ضحايا بيأتي ما جبتش كمام نقطة مهمة لجابة خلاس وهي مسألة المساجين أنا مش مسلولة اليوم جابة خلاس تتحرك من أجل تلاقي صراح المساجين وتتحرك من أجل الإسراع بإعطاء التهم القضائية الكاملة ومعرفة الملفات هذا هو اليوم فين يندرج هالستين اللي مش تعملوا فيه هذا من جانب نضالي مشروع بقينا زيادة مش وحدهم اللي مطالبين بالإسراع بفض هالملف بايش الناس تعرف شنو بالضبط هالقضية اللي اسمها الكبير التآمر على أمن داو بايش بعد لحظات مع حازمك سوري نسمع رأيه في الموضوع لأنه جابت الخلاس اليوم تنجم تمثل نقطة يتلمو فيها من يعارض قيسعيد وها لأنه تدويل نوعا ما الأزمة ما بين تونس والاتحاد الأوروبي معقولة ولا لا توا جا وقت جات أسيرانس بيه صفحة يشارعون بعد نستمع المشارك اللي ربح في القرعة متاع جات أسيرانس ترافيك السيركولاتي يظل يمريق لسيركولاتي اليوم فمش لشكلية كبيرة مرحق مشكل عادة أنقص حسيني كيف جينا يلا سيركولاتي ونبعدنا رجو على EFM رجعنا بعدنا ثمانية و تساعتاشن دقيق حان وقت جات أسيرانس جات أسيرانس partenaire de votre sécurité routière كيف ما كل يوم جات أسيرانس دلل الحور فيمتح اللي ما عملوش حتى اكسيد فوتيف في خمس سنين واته ديل هم كار كار بيران total énergie قيمتها 500 دينار ومعانا الفئز اليوم الدكتور مراد القصاب من المنزة أسباح الخير سي مراد حسيني مراد رمزانك مبروك يا سيد رمزانك مبروك أنت زيدا النجم ونعملوا تآمر ونعملوا الدولة المرادية نذكر بكل موضوعية معناها وأنه على حاضرين في البلاتو هذين فمش برشا ناس اللي عندهم دول بسهم هك وليه هذا واقع معناها واقع حسيني أنت مكش بعيد ضربة علبة سي مراد مرحبا بيك كيف تعمل سي مراد أنت طبيب هكا ولا نعم جراح جراح شيريورجين فرد مرة شيريورجين بسليم يا سيدي مرحبا بيك أنت كيفش يقولوها معناها حياة الناس مبيني ديك ومش حياة الناس بركة أنت من الناس اللي لازم نحترموهم ونقدروهم يوميا قدش ليك تبيب سي مراد قدش ليك جراح قدش ليك جراح قدش لي جيت الطب من 1987 عام حسيبتك آها تبارك الله سعصوتك ما يدلش لا يدلو على هذا عيشك هاي يا بي سي مراد تبارك الله خمسة سنين مالا من غير حتى كسيدان فوتيف ربي توصر ربي توصر ربي توصر شكوني شكوني لاجانس لقاتم متاعك والله الاجانس لقاتم متاعني في تونس في المنزة في المنزة هاي وعدم الإفراد في السرعة طبيعة ولا خاطرك تلكعت مرة ولا كيف حاول الطرقات وعظام ومفاص نشوف برشا كسر كل نار لطف علي اخي بالطبيعة تشوف العبيد مكسرين وحاول الطرقات هو بدو ولي شاعد أرح 20 يقول اخي 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 بالفائز في المسابقة اليومية رباح 500 دينار مهدت من Gat Assurance Gat Assurance, partenaire de votre sécurité routière قبل ما نتعادل صورت اليوم قولنا قبليك اعتصام اولا التنديد بمواصلة المحاكمات السياسية للمعارضين وفي نفس الوقت تحليل نجي بشي بحاول التصريحات متع الاتحاد الأوروبي متع مكرون, متع ميلوني يقول فيها انه اخيرا رأت مفاوضية الاوروبية وراء الشركاء الاوروبيين انه فهم ازمة سياسية في تونس, هل فهمها بالضبط كيف ما يلزمح نجي بشي بالتصريحات هذه في رأيك حازمة قبل كل شي يعني نشوف التصريحات هذه متناقضة ومتضاربة وان قال الي اليوم الاتحاد الاوروبي يعني اخذاء يعني الامور يعني بجدية وكأنه هو يحيلنا على سميم الملف متع التآمر واللي شخص يحترم نفسه ميزموش يعني يخرج بهذا الموضوع من اطاره الاساسي وهو سرية التحقيقات ميمكنش اليوم نضغطه على القضاء باستعمال هذه الاسليب خاصة يعني هو يعني رجل حقوق ويفهم القانون ومحامي بالتالي بخلاصة القول أنا نقول اللي نجيب الشابي كالشخصية يعني عملت سياسة فيما ماذا اليوم قاعد يخسر في رسيده السياسي باعتبار اللي اليوم هو لا يزن شيء يعني شعبيا فقط جبهة الخلاص هي أنا سميتها جبهة خلاص النهضة هي تحاول يعني الركوب على الأحداث بخصوص الملف مع الاتحاد الأوروبي خاصة مكثر الشخصيات السامية الأوروبية تتحدث عن أزمة اقتصادية يعني وتهديد يعني تدفق وتهديدات خطر تدفق المهاجرين إلى أوروبا لم تتحدث عن يعني الوضع السياسي باعتبار اليوم الوضع السياسي في تونس مستقر هناك حرب شاملة على الفساد والإرهاب هناك تثبيت للمؤسسات الدولة من خلال يعني المجلس يعني البرلمان أكيد هناك من يتحدث كذلك وينج ميران وفهم مشكلية مع الحرية عن مساجين سياسيين معناه الحديث عن المساجين السياسيين هو حديث على ملف يعني التآمر حينما نقول أن هناك يعني ملف وتحقيقات جدية يعني ماشية في تونس ما يمكنش نعتبر واللي هي مسألة حريات حينما تفتح التحقيقات في فرنسا ضد رئيس دولة السابق يعني نيكولاس ساركوزي هو قبل المحاكمة الجنائية وبالتالي تخل الحبس ووقفوها توقف هناك أجراءات كل دولة وورتالها بالتونسي فهمتني أنت قلت بليك ما يلزمش الضغط على القضاء ما يمكنش الضغط على القضاء من حتى طرف من أي طرف كان أكيد من أي طرف كان باعتبار أن المسال حينما تهد للقضاء سيوفك يعني يفكك القضاء يعني هذا الملف ما اعترامنا لعني مبدأ أساسي هو يعني قارنة البراءة واللي هو إذا الشخص يعني يدخل بشكل في وقع إقحام اسمه بشكل أو بآخر هناك أخيرة محامين ويتمتع وكنت مكش موافق الرئيس مثلا وقت يضغط على القضاء تقريبا أسبوعيا ويقالب القضاء أحنا نقوله يعني يعني حديث الرئيس في إطار يعني الإسراع في المحاكمات الجنائية إذا ثم هناك عديد الملفات في رفوف العدلة إلى اليوم لم تحسب اليوم يلزم يعني نعتقد أن القضاء قاعد يحلحل في بعض الملفات مثلا آخرها كان الملف يعني متاع باع الخمر هذا ملف يعني من ضملت يعني ملفات يعكس بالنسبة ليس محاكمة سياسية في تونس حقيقة لا حقيقة هناك ملفات فتحت والقضاء يعني هو الفيصل في هذا حسين فهم محاكمة سياسية في تونس ولا والله كان حب نغطى الشمس عين الشمس بالغربان نقوله لا هناك محاكمة سياسية اليوم كنا نحكيه على وجود تهمة تأمر على أمن الدولة تقتضي أنه قبل ما تواجه التهمة هذه اللي هي اختيرة لخصومك السياسية يكون عندك الدلة وعملت البحث الأمني وعملت تحرياتك وحققته وعملت ملف كمش كتحلوا للقضاء تدخل في إطار التقاضي مش أني نحزهم هناك على ذكر ملف تأمر على من الدولة فتح في السابق هذا الملف ولم يحرك يعني أي شيء حتى أحمد نجيب الشابي لم يحرك ساكن بخصوص المحاكمات السياسية زمن يوسف الشاهد وفكك هذا الملف واحترمنا المحاكمة الجنائية وأنا كنت يعني يعني دفعنا يعني وكنت من أحد المحامين في هذا الملف ما قلنا إيش أنا بش نمشو نعملوا اعتصام تحكي على دافة الفين وسبعتاش الفين وسبعتاش يعني بخصوص الحرب المزعومة القام بها يوسف الشاهد واحترمنا الإجراءات كما يجب اليوم خلوا القضاء يخوا مجراء أفضل تعتبر نفس الوضع؟ لا لا مختلف كليا مختلف كليا فالفين وسبعتاش وبعدنا عادل أستاذ رفيق الدكتورنا فالفين وسبعتاش وفي الشاهد كمشي عمل هال جو يوسف جو جو وكالعركة ذيك قايد باسم مكافحة الفساد لا قال فما تآمر على قلب هاية نظام الحكم لا تخابر المحاكمة الجنائية هناك تحقيقات تفتح في العالم أجمع بخصوص المحاكمات نستحترم قضاءها خلونا نحترم القضاء شوي نحترم قضاء ونؤمن بأن سرية التحقيقات وحاوسية القضاء أما أجاوبك روقت السلطة تنفيذية توحيل ملفات إلى القضاء تستوجب القضاء القضاء رو جهة النظر والبت مش جهة التحري والتحقيق مش القضاء بشوال يخدم دور الأمن ويمشي لم الأدلة والبراهين اللي تودي الأمن خدمته الأمن ما قمش بخدمته السيد هالو في الشارع وقالت اللي بلوته سيه وقت تغفف الموجود توا إلى حد يبدو لي يقص حسنا وحت على المستوى الإجرائي البحث فما إجرائيات أخرى فما إمكانية تمنع السفر فما عمعيت مراقبة خلي نسمع رفيق بجدري أنا نحب نحب نحكي من زاوية أخرى الحقيقة اللي هي أنا واحد من ناس كتونسي سمحوني عصباح من هذه هي الحقيقة اليوم من القضية التونسية والتي تكايني فيها تدويل الألماني يتحدث عن المشاكل في تونس والفرنسي يتحدث عن القضايا في تونس والسبنيور والاتحاد الأوروبي والأمريكان والصحافة قريب تذكرنا بك اللي صار في القرن المقبل الماضي النازلة التونسية اليوم المشاكل اللي عنا في تونس هي راهي من صنع نحبو نحصروا المشكلة باش ما نوليوش أمثلة متاع كما لبنان مثلا البلاد العزيزة علينا اللي عايشة منذ يعني عشريات هالمشاكل ذي المشكلة اللبنانية مدولة واضح الأخبار تاثين ثانية وبعد نريكم صورة ذكرنا شنو تونس اليوم ما لورزمو بعيدا على الكلم هذي الكل مرحبا بيكم في ماتينال يفام ستنف ما حسين العادي رفيق بجدري حازم لك سوري كل يوم باش تكون لنا خصوصا لسي تبع فينا على الفيسبوك على اليوتيوب وهم كثيرون صورة اليوم جينغل يفام ستنف هاته الصورة يا أسامة هاي سيدي تفرجوا مليح كيفاش فنصفه لكم هالصورة هذا طريق فرعي يبدو للنجم ونوصفوها أنه فرعي في مدينة الرديف بالتدقيق وليد قفصة من أهم المناطق المنجمية في تونس وفي وسط حفرة كبيرة تقول كراتير متع بوركان تقول حاجة هبطت من السماء لطف قمبلة وقالها حرب نحن نحن في قلب مدينة من أهم مدن مدينة قفصة رفيق بوزري تعليق فساد لعمل الشركة لبنية في قلب مدينة ترديف نسميها أولا حاجة تأسف كون الحفرة في بلادنا كما قلت أنت معاش حفرة صغيرة نيتبول متع لصنس وصنديس وكثير 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 بوركان اثنين تشوف الوحدة الخشن الكياس رهيف أكثر من رهيف نحن لا نحن أقصائي لما حال العين المجردة لن يجب أن تكون خسائي لكي تقول كون رهيف لديك ديروت رومان كثير ومازال موجودين وديروت قدوم فرانسيس مازال موجودين وهذا معناها ما هو إلا نتيجة للمرشي بوبليك كيف يصير في بعض المناطق وما هو إلا نتيجة للكنترول الإكزيكوشيون المرشي هذا ولي عنده اسم موجود في القموس قديم موجديد اللي هو الفساد لكوروبشيون هذه من نتيج متاحها في المتلوي في الديف في القروين في سوسة في الترق الفرعية الفلاحية المسائل الفلاحية اللي تتعمل بعد عام تولي بكلها معاش تعدي يعني هذا مشكل كبير في بلاد في القطاع وفي قطاعات أخرى حازم تعليق صعيب لما حالا ولكن هذي كاتونس ليه تعليق ذكرتني بالحفرة متعالي كرم سليم بالعشور وبالمناسبة نحيوه احتفل بذات الحفرة أما في الكرم بخصوص يعني في محاولة لشد الانتباه وخطورة اللي هو الفساد يعني في الحفرة هذه يعني يكون في تجلياته وبالتالي هذه مشاريع إذا باش نشوف حفرة في الطريق اللي يستعملوها الناس بالكيفية هذه يا خيبة المسعى يفرض اللي إعادة فتح التحقيقات بخصوص منفذ يعني المشروع في الطريق هذا وتطبيق مبدأ سيدة القانون عليش قلتلك سيموراد رو الفساد يعني آفة كبيرة يلزم منصورش فهمتي يعني بجرة قلم يعني يمكن إنهاء الفساد بل يفترض يعني التزاما حياتيا وسياسيا هذا ما يمنعش وأنه كميم إذا كان تستكل من الأبحاث قدو يتصلح كميم مرمو ما تصلح خطر إذا خطر ولو تقول لي بالكبر إذا كما عادش خطر خطر ولا يتراع من بعيد نحب نحييله خيان في قفصة في فردايف اللي مخلصين الفينيات متاحه نحب نقوله من أركم وردوا بالكم الحفرة على هذه حفرة مش متاح كرة بصغيرة كميون وتشوقوا في حسين مش نخليك تحكي في موضوع أرقى وأنبل من هك بارشا بارشا الأذان وما أدراك ما الأذان لكن خلينا نحكي في في موضوع آخر اليوم في إتار زوم عنا جينكل نو عنا طبعا جينكل ويت حاضرين كل تحركة عنا جينكل حاول موضوع الزيت النباتي المدعب وباش يكون لنا ضيف بعد قليل جميل عرف أمين ميل مجمع مهني زيت النباتي حاضر ضيف ولا مازال ما هوش حاضر معنا مازال ما هوش حاضر معنا ضيفنا بيتو نرجع ونحكي وعليه بعد شوية دوب ما يحضر يتدخل معنا باية حسين ميل أعطيني قدلي بيدلوك في الحفرة العظيمة الحفرة هي على قدبر الأزمة بتاعنا تقريبا تلجب تحكي أنه مشكلة تونس هي هذه أنه حكينا على الفساد وحكينا على حاجة في حفرة قبل ما نعرف هل هي ناجة على تحرك في الأرض ناجة على كراس شروط التي قدمتها الدولة فيما يتعلق بالخشن وغيره وليه في الأخر ديم إشكالية تونس لأن تونس تتحرك من غير ما تحاول تعرف كون شنير بين التحتية لتسعادة شنير خصائص بتاع البنية التحتية الحفرة التي ترفاهت مثل اختر كانت واصل أكثر من 24 ساعة في اليابان في اليابان ثم فساد وفهم غيره موجود أو مش بالحجب كيف كيف تصير فهم تحرك في اللرض اللرض تتحرك ناجم تبلع وتخرق حفرة ليش كالوين إذا كان أنتي كدولة كي عملت لبالدوفر ما قريتش حسب هذا والمقاول أعطيته لنفرماس ما هذي ومقرأش وأنو الأرض حركت في الدرجة هذه وإحنا ما نصور تحرك من لوتر ولا بريمان ولينا لا لا الحفرة ذي عليها شبه إجماعة حسين روما من عند المقاول أما أنا اللي نجم نشوفه ديوما مشيرة الأخرى لمقابلية ما فهم حتى علامة محطوطة في الكيائز خطر اللي من ما نجموش نشوفوه من غديك ما فهم حتى علامة تنظر كونه رفا ما مشكل لقص هذيك على شكل قبيليك وإن كان يعني كما قال حازم هذي ملف يستحق تحقيق قضائي لكن زيدة بلدية رضايف تنجم على الأقل تتوق الحفرة تسيجها تلقى حلب الزئر على الأقل هنا جوز ما يتأثر كريت أقبل ما نمشي ومن الحوج وعرفت على العدو محطوطة كبيرة يسري هذي مش متعددة تحركات قد يكون قد يكون قد يكون خلينا نحكي على زيد قبل ما نحكي على الأذان هما هو الأذان اللي عجبنا هل أنو نوعية الأذان اللي قاعدين نسمعو فيه في تلفزة دخل فيه تراثنا في الأذان التونسي قبل هذي صفحة إشارية صغيرة ونرجعو نحكي ضيفنا جمال العرفة من مجمع مهني الزيت النباتي سي جمال صباح الخير صباح النور ونهلكم زين ورملكم مبروك والمستمعين إباعت يا فهم باية سي جمال تسعة آلف تن من الزيت المدعم إذن مش كونوا موجودين على السوق هكا نجم أقول في حدود معناها عشرة عشرة لائف تسعة لائف تن بدينا في الزخم تاحها طوى في الأسواق بديت من أول أيام رمضان المبارك ماشي المور معناها بتبيعتها مصانع ستنين وربعين وحدة تعليف زيتنا بيتي مدعم على مستوى الوطني قاعدة تاخذ تزيد من ديوان الزيت وقاعدة معناها تزود في تجار الجملة وتجار الجملة يزود في تجار التفسير هذا اللي ينزم يكون موجود دوك ما ثم ما ثم ما ثميش حتى سبب بيدفع إلى انقطاع زيت المدعم في الأسواق أموها على الأقل في الخمساش من يوم لولين متاع شهر رمضان المبارك وفي الخمساش اليوم الثاني شو مشي سير موجودين تسعة آلاف تن أخرين معناها بيش ن يبدأوا التزيد متاحها بداية من أثناء الثلاث الثلاث آفريل معناها في حدود تسعة آلاف تن أخرين انتهت نهائيا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونحن نعرف أن أوكرانيا من نهام المنتوجين في العالم متاع زيت نباتي تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على العالم كل كتشوف الأسعار متاع زيت نباتي مضعم على مستوى العالمي في أوروبا في الواحدة أسعار كبيرة أما تول التي تتراجع معناها وقات دولة حلول على مستوى إسبانيا على مستوى معناها البرازيل على مستوى الأرجونتين معناها نود هذه كل معناها في الظروة الانتاج انتح الدولة ما زالت الدعم في زيت نباتي هل أنه في تارس لح منظومة الدعم لو كانت نقص من الدعم هذه الصورة ستتغير والتوازنات ستتغير أكيد أكيد رفع الدعم تدريجي نتصور هو فما مخطط معناها رفع الدعم تدريجي في الموديل الأساسية معناها على مستوى خمسة برمجة على خمسة ستة سنين معناها كل شيء معناها وتغيير تغيير أصل القرورة معناها تلبيق معناها بزيادة تعديل السعر من 2500 ل6000 وخلق القرورة أخرى خلق القرورة البلورية معاش تتفي بالحاجة لما المنظر لما نوعية باللغة أخرى وأزين وأشرح نوعية وأشرح وكل شيء وأغلق أغلق نحن على مستوى مصانع تعليب الزيت معناها في حدود لم يقام مراجعة الربح من 2014 فمتني تقولوا حاجة وإنما بدلوا دبوز الزيت وإنما نطلعوا شوية في السواء معناها من 2014 لم يقام مراجعة الربح معناها مع زيادة في جميع الأسعار المواد الأولية المكونات القارولة من ظو من ماء من بلاستيك من السدادة من المؤشر المتاحها معناها صدقني أحنا معناها 42 مصنع معناها قاعدين عانوا في ظروف كبيرة ظروف صعبة مع المؤسسات البنكية ومع المؤسسات المالية معناها النقبضة والسيناسية معناها مشكلة كبيرة شكرا لكن ضيفنا اليوم جمال عرفة من عام أمين مال مجمع من زيت النباتي واللي تقريبا تمنى أن الأسواق في العشرة وخمستاش اليوم الجايين ما همش ما يكونش فيهم نقص على مستوى الزيت النباتي ترانزيسيون شوية نصح الشهرية واستهلاكية ومبعد نكمل وربع ساعة في الروحانيات وفي الشيخات ما بعضنا حتى للتسعة على نحن اليوم في اليوم السادس من شهر رمضان وإذا كان فهم حاجة تلم العائلة وتخلينا ندخل في هاتي الأجواء الروحانية هي طبعا الأذانة وما أدرك ما أذان صلاة المغرب تربينا تقريبا الكل على نوعية معينة من الأصوات ما هي الأصوات التي تعجبنا ما هو تطور الأذان في تونس في وسائل الإعلام الكل وما هي المقامات المستعملة حسين حذر الموضوع خلينا نبدأ من الأصل وبكل صراحة مثال ناخذ موقف في المسلة هذه تربينا على هذه هذه النغمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد ألا هذه صوت الشيخ محمد البراق وفي الواقع نحن عنا صوتين متداولين هما لشيخان محمد البراق وولده علي البراق محمد البراق طبعا يتوفى زوز أبناء القيروان بطبيعة الحال وهل يخفى القمر خلينا نسمع يا دكتور نوع آخر منتوا بش نحكيه على ما تستعمل وسائل الإعلام من الأذان ونقارن حوالي ما يمكن مقارنته في النغمة ونسمع اللي تعادى مثلا على زملائنا في قناة حنبعل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا هذه اللي تعدى البارح يا دكتور في قناة حنة بعد قناة الزيتونة عنا نغمة أخرها ونسمعها الله أكبر الله أكبر بيه وبش تكون عنا الصورة كاملة نسمعوا اللي قاعد يتعدى في شهر رمضان على قناة الجنوبية الله أكبر وتقريباً الجنوبية التونسي سنة 1938 علي البراق يعني شهد له تحسين اللي الصوت متاعه هو صوت الزمن الأول لنزول القرآن وبدء الحضارة العربية دكتور علي البراق فوق الجميع أم اللي سمعتهم يبدو لك في تلكوينة أخرى وفي لغة وفي القائن آخر شوفها مرادة أنا مش مش نحكي على الموضوع ذا من جانب الصوت ولا اللي يفهم في الموزيكا وفي الطبقات لا ما هل يعجبك لا تقول ذاتية من خلقك لا 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 ما هل يعجبني هو الأذان في الطابعة التونسية الأذان اللي يحمل هوية تونسية اللي كيف تسمعه إن كان بصوت علي البراق ولا بصوت ولدوسي محمد الله يرحمه ولا بصوت عثمان لنداري ولا بصوت الشحيمي الشيخ الشحيمي ولا غيره تقول أنا راني نسمع في أذان تونسي كي ما تحل عينيك مغمضة ولا تحل الرجون من غير ما تغمض عينيك وتسمع أذان في استاسيون مغربية تقول هذه إذاعة المغرب ولا تحل رجون توا بالإنترنت تسمع أذان في السعودية تقول هذا يا حجازي وحتى السعوديين بيدهم يفرقوا بين أذان مكة وأذان المدينة كون الأذان كيف وكيف عدة تمظهرات أخرى يحمل هوية يحمل هوية علي البراق علش أكثر هو بوسي محمد وهو بوه المرتلين وبوه المؤذنين لكل في تونس لسبب بسيط لجمال صوته نعم أكيد ولكن هو إنسان خدم حياته كاملة يمكن 60 أو 60 سنة أو 70 سنة خدمهم من أجل هكي الطابع له كالشي تونيزيان في الأذان وفي التجويد والترتيل وفي قراءة سردية المولد هالعمل هذي ما قادش حصر على سعلي البراق الله يرحمه رغم المجهود الكبير اللي عمله واللي هو بيونيي في العمل ولكن من عام ستة وسبعين وحتى قبل فما جمعيت مرتلين تونسا من عام ستة وسبعين مش ريضا تفتنوا كونو يلزم تجويد الأسوات واختيار الأسوات وطلقين المؤذنين وصول الطبوع التونسية باش كي يذن يذن تونسي اللي سمعتوا مثلا عن زملائنا في حنا بعلوا زيتونة ذرنك كونو حجازي حاشا أخر كونو حجازي موجتونسي اللي كنا نسمع فيه هو اللذانة تونسية والطبعة التونسية في اللذانة اللي هو تشوف ساعات المسألة لو ذنوا تستمتع المسألة مش خطر متعجات من الكاكة فاما موروث فاما موراثة تخدمت اللذانة تونسية بطبعة تونسية اليوم كنسمع الشيخ علي البراق كياذن ولا ولده محمد البراق ولا غدت مواظنين نسمعوا في رصد الذيل نغمة رصد الذيل اللي هي نغمة تونسية اللي هي خاصية تونسية خاصية البلاسة تضاريسها معمارها هويتها في اللذانة تمسك لأن تركيبا عرب تشوف حتى الاستماع للذان معنا ما بين الحل الحجازي اللي ما اخوا وقت وراحت وطولة وما بين التونسي اللي يحث التونسي في النغمة حتى في اللذانة خشين موافقة رفيقا يحث أكثر ايه يكلم فيك التونسياني تيمتاع يكلم فيك الثقافتك اللي معناها اللي عندك انت من موزيكا في في رأسك اللي هي تعرفها تونسية معنا ما ندخل في برشة تفاصيل وهذا هو اللي خدموا عليه هذا هو اللي خدموا عليه قتلك من عام ستة وسبعين وحتى من عام الفين وثمانداش بطاعت تجربة في الراشدية اللي هي الجمعية بتوعنا بتجويد هالأسوات وتلقين المؤذنين وصول هالطبوع وخرجت جيل جديد وفم حتى جمعية نكمل فم جمعية صغيرة جمعية جمعية في القروين هي مؤسسة الفونداشون علويني استانة الفارتة عملوا كونكور للصغيرات في القروين اللي يكون عنده أحسن أذان ورجعت العادة متاع باش يتبلور الأذان التونسي من جديد ويتعدى من جيل الجيل حسن الفلدان في تونس قبل علي البراق كان أذانت كن تبايع يعني تونس ليش 24 ويلة أقبل من تخذ وهو شي طبيعي وصحي شي طبيعي جغرافية الصحرة حتى كما قال فهم خصوصية في سعودية حتى في تونس مش مجبورين وأنه تونس كل تذب كما القروين طبع القروين هي منارة مش تعرف كونه نحن في تونس الثراء اللي عندك الثراء الصوتي حتى المستوى اللي يلقاه الصوتي رأي بلاد صغيرة أما صدقني فيها ثراء رهيب مش تفهم الثراء رهيب بتاع حتى في الأذان اللي هو نص واحد موحد دعوة لصلاة بطريقة موحدة بيلقاء مختلف يختلف باختلاف التضاريس بتاعك في الصحراء في المناطق المفتوحة نمشى أكثر للحسين والحجازي ما يخو نفس من تطلع الفوق تبدأ نبدأ في الرصد نبدأ في الأسباعين على التضاريس الهوية الوذرنة بتاع التونسي هاو انت وحنا نحضروا في الموضوع قلت لي خلينا نسمعوا مقام السيكة بتاع تركيا هاو نسمعوا السيكة التركية ترى الله أكبر الله أكبر ميكرو محلوب في السيكة التونسي مش تسمح هذي السيكة التركية عنا السيكة التونسية أسمح على نفس المقام لا يا أناس اللجمي هذا في الأسباعين ولا يا هذا هذا تنادها الهوية أسباعي سمعوا قلنا نبدأ لأسباعين في القامة تونسي جديد اذا ساحو التابي أصبعين الله أكبر الله أكبر حسين وهوتو نسمع نتعاش بش نقارنو وهوتو بش نسمعو على مقام السيكة الله أكبر الله أكبر ميكرو محلول حسين التنسي تتسمع الاختلاف مع المحير سيكة ما في الاصبعين اللي هو شبه للحجازي اللي نحكيلك الحجازي المحلول اللي كنا نسمع فيه اللجمي اللي هو في الاصبعين هو الطابع تونسي ما أخوه من الموسيقى العربية الإسلامية حتى بالدرجات المتاحة وأعطاه الاشكال اللي عند الطابع اللي هو فيه نوعا من الهيمنة الرسمية للهوية حتى الهوية السمعية قلت لك معالي البراق ما كانش فاما تصوره ونموذج مواحد كانش فاما نموذج نقتدو به وكان فاما تلفزة واحدة وعطات له نوعا من الرسمية ولا الازان الرسمي لا أعطاته أول ما تحل الإذاعة تونسية بثت بترتيل من الآيات الذكر الحكيم من علي البراق وعلي البراق اللي لا تعرفوش خامت صوته أم كلثوم وأبهرت بالضبط وشاخ التعليم وفاما في التلفزة الوطنية عندهم تسجيل ساعة ونصف بدايتها بالقرآن لكن الخامر نحكي لك على الخامة صوت على صدر اللي عنده هذي صحيحة وكالثوم أبهرت أبهرت في الترتيل وفي الإنشات رتل وأنشدة ربت للقرآن وأنشدة من القصايد فصوته وقدرته اللي يلقاه مع الطبيعة التونسية تحسه يمسك تحس الخاصيتك موجودة فيها ما يحركك ما يحرك وذنك الوذن تتشكل وذنه تشكلت على تبايع معينة علي البراق نحط نحطنا وعطانك الهوية تعالي لذان جات من بعده تجارب أخرى جا عندك عرفت أحمد المرغمجي عندك الشحيمي الأستاذ الشحيمي يرحمه عندك منور سليتي لياس بنور عرفتها اللجمي معنا عدنا المنذر جدي عدنا مئات من المؤذنين التونسية اللي تدربوا اللي تدربوا ما عمش مئات ممتازين مش نكونوا أطحين خاطر ثم ثم بارشات وين سوي يجيونا ويحكي ولنا فيس فاقس في سوفي اللي يقول صوت لذين طعيف انهارا صوت الهنابش فسلك خالي اسموا رفيق لحظة بي حسين في عسل صوت كلمة المئات رو معنا عنا مؤذنين تدربوا في الفراق الانشاد الصوفي فطبقات صوتهم خدمة خاطر الانشاد الصوفي على طبيعنا مش على طبيع الشر مش كلهم متميزين زي دا بشمانا خذ أحمد جلجام خلي أذلك خذ مونير سليتي أسمع مونير سليتي اللي يكون نسمع فيه في المحاير سيك اللي هو تونسي في العلاق التركي يسمع رو عنا في الاشكال القتلك وين خلي نسمع خلي نسمع رفيق خاطر الكامير فكرة بسيطة في جملتين ثم أصوات ممتازة معناها تبين قاوسين فنية ممتازة كبيرة ولكن الهم بالنسبة لي هنا هو الأذاني ترفع في مقام تونسي باشتعرف اللي هو تونسي لكن فما عدة مقامات تونسي لا ليه موش واح البارك موش يذن كيمة سيالي البراقة كهو لا ليه فما عدة مقامات تونسية وهنا نشبه الحكاية هذية والله يسامحوني في ختام لهم جاب إيه كيمة في الزي طوى احنا نروا فيهم قال لي داينو يلبسه ركا كالتويلة قالوا ركو عنا الجبة ينجم يلبسها الجبة تنجم تكون بيذة تنجم تكون شخمة تنجم تكون حمراء تنجم تكون زرقة المهم جبة من الربعية ثم خلف الجبة يلبس حاجة تونسية يلبس حاجة تونسية والكدرون وفي التوقيت حسين نوع دك نرجعو الموضوع ذي خاطر من حابش نتاول من غير ما نسمع اذانا في فاهم مزيدة ان شاء الله يكونوا تراها نسموها بضعة ثواني الله أكبر الله شقال فتر مازال بعيد شقال فتر مازال بعيد شوفت قديشة الديمقراطيين لاوليد ما أجبهمش لذين بتاعي يفهم حسين عم القري ما أسرف فيه قبط عينيه شقال فتر فتر مش لذين لذين يوفا شكرا لكم على الماتينال شكرا لوسيمة السعفي وكم الفريق ديشتالي يقدم معنا حسين رفيق حازم نتقابلوا غدوة في نفس توقيت متوقع لكم شاهية طيبة في هذا اليوم السادس من شهر رمضان الميتيو ومبعض الأخبار مع أنيسا مكشيح وبقية البرامجين بعد شوية في الميدياماج وتحليل كل ما يمر على القناة التلفزية في تونس وغير تونس موسيقى بعد شوية جيكم جيهان بن عبدالله في ميدياماج موسيقى موسيقى موسيقى